وفيما تم بالفعل اختيار رواد الفضاء الصينيين يجري حاليا الاستعداد لاختيار تاقم دولي للقيام بعدد من مشروعات الفضاء المشتركة تنفذ الصين عددا من مشروعات التعاون الدولي في مجال الفضاء وفقا لمبادئ الاستخدام السلمي والمساواة والمنفع المتبدلة والتنمية المشتركة ويجري الاستعداد لإطلاق عدد من الحمولات إلى محضة الفضاء الصينية خلال العام لإجراء تجارب علمية في إطار عدد من مشروعات تطبيقات علوم الفضاء بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء ووكلة الفضاء الأوروبية نحن على وشكل بدأ في الأعمال التحضيرية لاختيار روادي الفضاء دوليين سيذهبون إلى محطتنا الفضائية لإجراء تجارب علمية معا من أجل الصعود إلى محطة الفضاء الصينية واستخدام المركبات الفضائية الصينية ينبغي التعرف على المركبات الفضائية الصينية أما الأعمال ذات الصلاة في هذا المجال فننتظر القيام بها فقط حتى بعد وصولهم إلى الصين وسنرسل المدربين الخاصين لتعليمهم كما نأمل في أن يأتي رواد فضاء جانب إلى محطة الفضاء الصينية ويتعرفوا على المزيد من الثقافة الصينية طبعا نتطلع أيضا إلى التبادلات الثقافية والدعم المتبادل بين رواد الفضاء من مختلف الدول